بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي تلاميذ وأولياء أمور الصف الرابع الابتدائي أهلا وسهلا بكم معكم مستر عمري ميديان إن شاء الله نهاردة هنشرح اللي هو ديسون تو في الكونسبت وان فور اللي هو بيتكلم على الكودز أو اللي هي الشفارات ونتكلم في بدايته على اللي هو الهومباك ويلز اللي هو الحوت الأحدب وأنا أخذ كده بعض المعلومات الجميلة لكن في البداية أنا أحب أن أتذكر إحنا أخذنا إيه أصلا في كونسبت وان فور اللي سون ون بحيث أن احنا نعمل رفريش كده وأن نتذكر مع بعض اللي إحنا أخذنا معلش أنا أتأخرت عليكم شوية في الفيديو ده بس قد اتعرضت لبعض الظروف الصحية لكن الحمد لله دلوقتي تمام ومن نتذكر أن احنا أخذنا في اللي سون ون عنوان الكميونوكيشن وأن احنا قلنا أن اللي هو الإنسان والحيوانات ممكن يستخدموا اللايت والسون عشان يعملوا سيندنج أو رسيفنج للإنفرميشن وخدنا اللي هو الهومباك ممكن يتواصل عن طريق سبيكن رايتين واندريدين كما نأخذ النهاردة الفاير فلاي بيولز اللي هي الخنافس المضيئة اللي هي كده تعمل فلاش عشان تعمل وورن أو بريدتور أو أتراكت أميت عشان التزاوج والهومباك ويل بتطلع سونجز معين عشان تعمل ميوزيك وده اللي احنا نقوله نهاردة ان شاء الله فكده عرفنا ان الانيميلز والهيومن يقدروا يعملوا كميونوكيشن بطرق مختلفة وكلنا اخذنا الفاير فلاي بيدلز وقلنا اللي بيحصل بهها كيميكال راكشن عشان تعمل اللايت اوب وتعمل كميونوكيشن اللي هي فاير فلاي بيدل وقلنا بيبقى برعن فلاش أو مضغط سريع كده ويعرفنا لو احنا عملنا جيبنا لومد ليد وعملنا إميتيشن اللي هو عملية تقليد اللي هو اللايت بباترن معين هلأ ان الباترن ده بيتغير او بيتقرر مرة ثانية من الفلاش او اللي هي الباتر فلاي بيدلز وهتكون في كمان في نفس الوقت تمام وعرفنا ان اللي هو في بعض التشابهات ما بين الهيومن والأنيمالز ان الاتنين بتطلعوا هايب بيتشت ساوند ونفهم اللي هو الصوت مرتفع شدة اللي هو الصوت الشارب او النعم ودس بلينج لايت عن طريق الأضواء والموفمينت لكن في حاجات خاصة بالأنيمالز مثل الايكولوكيشن الهيومن رايدنج رايتنج وواتشنج تي بيه سيل فون الكريم وحاجات هنعرفها ان شاء الله ونبدأ مع بعض شرح اللسون الثاني لسون جميل جدا جدا وفي اسئلة مهمة بتتكرر كثير في الامتحانات كالعادة في اول اللسون بيكون عندي اللي هي كيف كابلوري بتبقى فيها بعض الكلمات الجديدة علينا ولكنها حاجات مهمة جدا اتمنى ان احنا ناخد كده نظرة سريعة عليها يلا بقى نشوف طريقة الكوميونكيشن بعد معرفنا الباتروفلاي بيدلز ناخد الهومباك ويلز يقول الهومباك ويلز سينج اندرووتر اللي هي بتقدر تغني تحت المياه بمعنى اصلاح انها بتطلع تونز بتعمل ميوزيك معينة طب جيف ريزون قال لي تو كوميونكيات وز ايش او زر حشان اللي هي تتفاعل او تتواصل مع بعض يقول لي وير زي سينج او ويد رينج ويد ويد معناه واسع لان عكس كلمة ويد اللي هي نارو اللي هو ديق هنا بقى هي بتطلع لي ويد رينج او نوتز او تونز اللي هي نغامات مختلفة and a series of songs واللي هي سلسلة من الاغاني والاغاني دي بقى اولاد قال لي ايه songs of humpback whales have different sound depending on the season season اللي هو فصل طبعا الفصول هنا مش مقصود يعني مقصود بيها ان الفصل اللي هو طبعا احنا بنحدد بالوذر هما بيبقى في اكتيفتي معين هتقوم بي اللي هي الهومباك ويلز دي like in winter season والsummer season winter season it's the meeting season meeting اللي احنا خدناها في الباتر فلاي كانت اللي هي to attract a mate اللي هو موسم التزاوج يعني اللي بيحصل فيه تزاوج ما بين الwhales عشان تعمل reproduction تقاصر وتقطر عددها ما تقاصر يعني تقطر العدد فهذا winter meeting اللي هو season فقال لي their songs اللي هي series of songs اللي هي السلسلة او الغاني اللي بيطلعوها عندها high-pitched sound قلنا high-pitched sound زي اللي هو sharp اللي بنقول عليه صوت حاد زي voice of a woman اللي هي صوت امرأة بعكس اللي هو الرجل بيبقى low-pitched بس رسوته بيبقى rough اللي هو غليز تمام؟ يبقى في meeting season في winter songs بتكون عندها high-pitched sound which a travel better through the cold water يعني بتنتشر بسرعة اكبر وافضل خلال المياه الباردة على العكس في winter season آسف على عكس winter season في summer بيقول لي it's the feeding season يعني ايه feeding season اللي هو موسم التغذية اللي هما بيتدورو او بيصطادو فيه من نسبة كبيرة their songs have low-pitched sound اللي هو صوات منخفضة في الدرجة ماشي احنا قلنا مش الشد اسمها درجة تمام؟ قال low-pitched sound such as rough voice of man اللي هو صوت غليز اللي هو بيمش فيه اللي هو المياه الدفئة بنسبة اكبر فيقدر يتواصله عن طريق الاغاني في السمر اللي هو الفيدنج سيزن لانها بتمش فيه الورموتر أسرع وأقدر اللي اقدر استنتجه من الجزء ده ان التواصل امره مهم جدا ان يتم بأشكال مختلفة وتناسب الطايمينج او الوقت اللي حصل فيه لان ده ساعدهم في الميتنج ساعدهم في الفيدنج فيقدروا انهما يبقى فيه اللي هو البقاء تمام؟ لان لوما يتقصروا يحافظوا على نفسهم من الانكراد لما يكلوا يبقى فيه الفود بتاعهم تبقى صحتهم قويسة وهكذا ويقدروا انهما يعيشوا اذا الكميونيكيشن او التواصل امره مهم لاستمرار اي كائن حي وده كان الجزء اللي هو الخاص بالهومباك ويلز تعالوا بقى ما نتكلم تاني على الترانسفيرينج انفورميشن بس هناخد بقى حاجات اللي هي مختلفة شوية وليها علاقة بالهومن تمام؟ طبعا كالعادة هو لازم يربط لي الموضوع بالنيرف السيستم اللي خدنا في كونسبت 1-2 يقول لي اللي هي الاعضاء الحس بتاعنا السيستم اللي بتقدر تجمع معلومات من اللي بيحصل حوالينا وبترسلها على طريق السيستم اللي هي متصلة بالنيرف السيستم اللي هو يعمل لها معالجة and understanding اللي هو يفهمها ويبقى فيه respond بشكل معين these the senses can also be used to communicate or share information with others يعني احنا ممكن نستخدم هذا السيستم ده برده بعد ما جمع معلومات واستجيب لها بشكل معين ممكن استخدمها للcommunication اللي احنا لسه ايني من شوية الcommunication مهم لي بقاء الكائنات لان تبقى خلالها تتفاعل مع بعضها في صالح اللي هي الجماعة او ال species بشكل عام وكمان اللي هو sharing مع communication يعني انا هشارك اللي هي المعلومات دي مع غيري او ان هتواصل معايا فهندينه معلومات واخد منه معلومات وهكذا فاقدر ان احنا نحقق المطلوب من التواصل ده في النهاية كان عشان الكلام برضه ما يبقاش مبهم كده يعني مثلا ازاي السنس بتساعدني في communication و sharing information يعني مثلا لو انا بعد طريق ويه هو اللي هو السائق ضرب الكلاكس فانا لما اسمع الساوند بتاعه او اللي هو الصوت بتاع الكلاكس ده هتجنب ومسلا ما عنديش الطريق عشان ما يخطنيش فانا كده حافظت على حياتي تمام؟ فهنا بسلا بيقول لي الـ ears اللي هي الـ ozone detect sound energy to gather information from the environment ده اقدر ان انا اجمع معلومات من البيئة حوليه واسمع وكمان اعمل communication with each other يعني هو لما ضرب الكلاكس ده فهو كده اتواصل معي عن طريق انه وانبهني فخلاني ان انا خلاص اخد بالي وانا بعد الطريق او استنى لحد ما هو يعد او كذا عشان ما يستضمش بيه تمام؟ يبقى جمعت معلومات وفي نفس الوقت حصل communication تمام؟ خلي بالكو لما بنتكلم عن الصوت الصوت بيبقى ولاد اسمه audio يعني بيتبقى اللي هي الاصوات معناها audio تمام؟ الـ eye detect light اللي هي بتحدث ضوء والضوء ده اللي هو بيوصل very fast اللي هو سرع جدا over different distances to gather information from the environment and communicate with other طب ازاي؟ لو خدنا نفس المثال بتاع العربية اللي هي ماشية على الطريق وانا بعدي ممكن لو هي جامن بعيد مثلا بيديني flash او ضوء معين الضوء ده عيني بتقدر ان هي تستقبله وبرضو اعرف ان في عربية جاي علي فاتفادها انا بقول طبعا مثال من امثلة كتير بس انا بربط اللي هي حكاية ان انا بتقدر تعملي collect information وتخليني وتواصل مع العالم حوليها وكمان بيبقى في communication او sharing من خلالها تمام؟ ممكن برضو عن طريق الضوء ان انا ادي اشارة لحد معين وممكن عن طريق الصوت اللي انا اقولها سفر لك مثلا كذا الساعة كذا فانت تنزلني فكده حصل communication او sharing ما بين وما بين الشخص اللي هو الثاني اللي هو زمي لي او هكذا نستعلم ان نشوف بعض الحاجات او الامثلة الاجمل على الموضوع ده هنا بيقول لي examples of information that i receive زي ما انا قلت ان اللي هو الساعة اللي بتقال عليه اوديو فلما الحاجة بتستقبلها العين بتبقى اسمها visual تمام؟ visual اللي هو بصري تمام؟ خليبا لكم من الكلمة دي اولا فهنا مثلا من الحاجات اللي بنقدر نخي عينينا بتحددها عشان خاطر يحصل communication اللي هو seeing the traffic light means that you can see the red light يعني في الرسمة او الصورة اللي عندنا تحت دي لما بشوف الاشارة اللي هي الحمرة دي معناها ان انا بقف عشان العربيات هي اللي تتحرك لكن لما الاشارة تبقى خضرة دي معناها ان انا خلاص مستعد ان انا اتحرك دلوقتي تمام؟ ثاني حاجة بيقول لي people use rescue flare اللي هي شعلة الانقاذ rescue flare اللي هي شعلة الانقاذ يعني واحد مثلا انتهي على جزيرة معينة او كده فبيتشغل الشعلة دي ممكن يكون في سفينة قريبة فتبعت له قارب انقاذ ممكن اللي هي هليكوبتر او اي حاجة معدية اللي تو get help عشان تساعده تمام؟ كمان احنا قلنا ان اللايت بيقدر يمشي for longer distances way shorter time فهنا في حاجة اسمها signal fires اللي هي اه نار للاشارة او حرائق للاشارة اللي تو communicate over distances of mini كيلوميترز يعني اللي هي غالبا قريبة من rescue flare بس طبعا دي هتفضل مستمرة الوقت اطول من دي تمام؟ في برضو يقدروا يعرفوا ان في هنا اه مساعد او محتاجين حد هنا محتاج مساعدة في هنا في حاجة اسمها hikers اللي هم المتسلقين او travelers بيستخدموا mirrors mirrors اللي هي المراية عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل reflection طب قال لي ليه؟ قال لي to attract the attention of rescue helicopters عشان يجذبوا انتباه rescue helicopter يبقى كلمة rescue معناها انقاذ rescue flare اللي هي شعلة الانقاذ وrescue helicopters اللي هي الهليكوبتر الخاصة بالانقاذ اذا اللي هو visual communication او اللي هو التواصل البصري تواصل مهم جدا وبيساعد طبعا في انقاذ يعني لو شفنا اللي هو المثال الثاني والثالث ده ساعد في الانقاذ بشكل قوي جدا وكمان لما اخد بالي من الاشارات برضو ساعد في انقاذ حياتي لان بتحصل حواليس كتير جدا بسبب عدم اتزام باشارات المضرور خصوصا في المدن الكبيرة اللي العربيات بيها بتمشيه بسرعة كبيرة بعد معرفنا السنسز ازاي الممكن تساعدنا في الcommunication في اللي هو التواصل and sharing information هنخش على موضوع شعيق جدا اسمه codes and transferring information الكود معناها الشفرات تمام شفرة يعني اللي هي زي كلمة سر معينة او حاجة زي كده and transferring information وازاي الكودز دي تقدر تنقل الشفرة اللي هي المعينة دي او المعلومة المعينة دي فقال لي humans use codes to transmit information هنا بتكلم على نقل معلومة نقل معلومة ونقل معلومة مع ان انا بتواصل معك بس بتواصل معك عن طريق شفرة او حاجة انا وانت مثلا اللي منكون فاهمنها فهنا بيقول لي code is a pattern pattern اللي هو نمط معين that has meaning اللي ليه معنى والمعنى ده بيبقى موجود او معروف ما بين اللي هو الطرفين اللي ما بينهم الكود بس هل الكودز هنا مقصود بها ان هي كلها حاجات يعني اللي هي حاجات سر او كده هقولك لا بس هي بتحمل معنى خاص للشخصين اللي متفقين عليه طيب نفهم مع بعض كده فهنا بيقول لي مثلا thump up or thump down and traffic light خلينا thump thump اللي هو صابع الابهام اللي هو الصابع القسائر والدخين اللي في ادينا دي thump up or thump down دي ممكن الشفرة دي بشكل عام thump up ده اللي انا بقول ايه حاجة good او well اللي هي حاجة جيدة انما thump down لأ بقول هي حاجة سيئة بس ممكن الشخصين دي المتفقين مثلا لو انت لقيت مثلا الحاجة اللي بتسألها في السوبر ماركت بتشاور لي وتعمل لي thump up يبقى هنا كده ده pattern ما بينهم هما الاثنين ليه معنى خاص بهم thump down لأ ان انا ملقيتها يعني ملقيت الشوكلت اللي انت بتسأل عليها او كده انما traffic light لا دي حاجة public للناس كلها عارفين اللي هو red off اللي هو yellow يعني انت ببقى ready وبعد كده green اللي انت بتعدي تمام فهنا بيقول thump up or thump down والtraffic light اللي هي examples على الكود they can be used to express simple meaning like god bad stop ready and go تاني حاجة من public codes من اللي هي الشفارات اللي هي منتشرة بين الناس expression on faces اللي هي التعبيرات عن الوجه تمام ما يتوقعوا ويفهموا our feelings such as happy sad angry او اي reaction او احساس انا ما هي السبيل ما يكون مقشر كده ما يكون مثلا غطان الكلام ده طبعا كل دي عن طريق ال expression من الحاجات المهمة جدا والتي تعتبر من امثالة الشفارات language اللي هي اللغة تمام language it's a code in the form of مهم جدا معنى صح كل لغة لها طريقة معينة بتتقلب بها او لحجة كل لحجة بتتقلب بها يعني مثلا حتى في اللغة العربية بتتنطق في مصر غير السعودية غير المغرب غير الكويت الكلام ده اصوات مختلفة قال لي where different language are different code يعني اللي هي اللغات المختلفة يعني اللغة العربية بقى اللغة الانجليزية مثلا والفرنسية الالمانية الصينية يبقى دي different code that used to transfer information بتستخدم لعملية نقل المعلومات تمام وطبعا اللي فاهم اللغة اكيد هيفهم المعنى او المعلومات اللي اتنقلت واللي مش مفاهمها خلص اكيد مش هيفهم المعلومات اللي اتنقلت ماشا شباب يبقى انا عندي sum up or sum down كل ده متكلم عقود expression on face و language وانه language دي عبارة عن code in the form of a sounds اللي هي صوت او صوتيات معينة تمام من الحاجات اللي بتوصل بها people اللي هو قلنا writing writing اللي هي الكتابة وطبعا في احنا بنكتب اللغة اللي احنا بننطقها في الغالب تمام بس ممكن نعمل بقى ايه اكواد كده خاصة بينا او اللي هي شفارات خاصة بينا نبقى ان يفهمها او الطرفين بس هم اللي فهموها اللي متفقين عليها فقال writing it's a code that uses symbols and in a pattern symbols اللي هي رموز in a pattern معين في نمط معين يعني اللغة العربية بتكتب بطريقة معينة اللغة الانجليزية بطريقة معينة والفرنسية وهكذا to give a specific meaning according to the arrangement of the letters in a word تمام letters اللي هي الحروف in word في كلمة معينة مثلا كلمة ايه son اللي هي شام و son اللي هو ابن وهكذا يبقى طبعا the symbols and letters والترتيب بتاعهم ونطقهم وكل حاجة عرفتني المقصود من كلمة son and son طيب انا هنا ممكن دقيدي على هيئة write scientific term يقول لي it's a code that uses symbol and pattern to give a specific meaning دا يبقى مقصود به اللي هو writing يقول لي it's a code in the form of sound اللي هي language اللي هي language they are codes that help people to predict our feeling expression in face وهكذا تمام نروح للنقطة الخامسة music or sound wear different sound tunes اللي هي اللغمات الموسيقية المختلفة produced from humans or musical instrument can be used in communication تمام اللي هي الاصوات اللي بتطلع بتونز معينة يعني انا برضو واحد بتكلم بتون هادية غير واحد منفاعل طبعا هميز ان في حاجة مثلا منفاعل متضايق في الوقت دا تمام والموسيكال انسترومنت اللي هي الالات الموسيقية وغيره light house اللي هو زي ما احنا شايفين الفنار او المنار دي طبعا بتقرشد السفن ان هم يقرب ايام شوفوا في اتجاه معين او ما يقربوش من الجزء دا مثلا بما ان في صخور او كذا بيقول لي they send codes in the form of flashes اللي هي هو مضات of light that tell sailors زي البحرين where they are هم موجودين فين وتجنبوه الخطر لو اقربوا من الجزء دا هنا بقى طبعا كالعادة بيقول لي when sends or can receive information and send message to the brain the brain decodes decodes يعني يفك شفرة تفهم اللي هو مطلوب من الكود دي and interpret the meaning ويفسر المعنى بتاعها فيبقى في استجابها بشكل مناسب ده sum up or sum down ده expression ده واحد فرحان ودي حزينة ده language ده اللي هو writing اسف ده language وهنا music وده light house وده اللي هي الكودز او الشفرات اللي بيتوصل بها الهيومانز مع بعضه وبكده بفضل الله وتوفيقه خلصنا اللي هو lesson 2 concept 1 4 تمنى ان شاء الله تكونوا استخدتم منه وجمعتوا معلومات جديدة وقيمة وتمنى دعوة اصدقائكم واشترك في القناة والاستفادة من محتواها واخيرا اسألكم ادعاء الوالدي والجميع من المسلمين بالرحمة والمغفرة شكرا لكم كان معكم السلام بريمديان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته